طب خليني أعف عن الجزئة دي أعف مع سيف ومارسل كولر النهاردة بنتكلم على سلسلة اللي هي هزيمة في أفريقيا يعني رغم أنه ممكن نتفق أو نختلف ليك مطلق الحرية طبعا على مستوى الأداء لكن على مستوى النتائج مارسل كولر استنادي في أفريقيا مخسرش ولا مباراة مارسل كولر تأهل بالفعل لدور التمانية قبل الجولة الأخيرة المفترض أنها هتكون الأسهل في الدور التالي من المجموعات بما أنها تتلعب على أرضك وسط جمهورك وإنت برضو في النهاية الأهلي حامل اللقب فهل شايف أن مارسل كولر في أفريقيا السنة دي مختلف عن سنة أولى رغم أنه حقق اللقب طبعا وده كل الناس شاهدت بي لكن على مستوى الإدارة والتحضير والفكر والممارسة هل شايف أن مارسل كولر السنة دي أفريقيا مختلف يا سيف نحن نرجع شوية للماتش السنة دي فاتي بتاع سانداونز طبعا كولر يعني جاء واجه انتقادات كبري قوي بعد الماتش السنة داونز لكن هو رجع نفسه ومن بعدها قال لهم طب أنا يعني بالبلد كده أنا هوريكم مين هو مارسل كولر يعني فشوفنا بعدها سلسلة النتائج ما فيش خسائر الراجل درس كويس الفريق الأفريقية قدر يعمل سلسلة قوية جدا من النتائج درس شوية الراجل زي ما احنا شوفنا اللقطة بتاعة الطيارة دي كتتتتعظيمة جدا اللي هو قاعد والناس نايمة بالليل هو قاعد سهران على الماتش بتاع ميدياما بيراجع التفاصيل قوية جدا أنا شايف انه هو ممتاز صراحة السلسلة دي كتتتكويسة جدا ان هي تتكوي السيفي بتاعه برضو ان هي تدعمه برضو في أفريقيا كل ده كويس جدا لكولر يعني وأنا شايف انه هو نجح في الموضوع دا فيه ناس ممكن تبقى بليها تحفظ شوية على الأداء في المطشين يعني احنا قلنا على مستوى النتائج أعتقد أنه ياخد العلامة الكاملة مطشين في أقل من أسبوع بتلعب واحد في الجزائر وبترجع القاهرة وبعكاية بتسافر غانا وبتلعب مع ميدياما أنك أنت تجيب أربعة بونت خارج الأرض في ظل كمان أنك راجع من فترة التوقف الفرقة ما تمرنتش مع بعضها بقالها فترة طويلة قايمة إصابات كبيرة جدا ده بتهالي كله برضو يترجم شوية أو يبرر شوية فكرة أنه المستوى ليس في أفضل أحوال أنه الأهلي قبل التوقف كان وصل لمستوى أكتر من رائع ده حقيقي اللي هو قالها برضو كلها قال أنه هو تأثر بالوقت توقف كتير بتاع الدوري اللي هو حوالي وصل لخمسين يوم لكن اسمه ده برضو ده مش مبرر آه في بعض العيوب اللي احنا شايفينها اللي هو عدم التغييرات بشكل مبكر دايما بيبدأ يغير من ديئة سبعين لكن شفنا في المنتشر المهمة اللي أهلي محتاج فيها يكسب أو يحقق نتيجة كويسة بنشوفه إزاي شفنا إزاي في مواتش ميديامة قدر الأداء كان أفضل بكتير جدا شفنا إزاي قدر يعوض الغيابات اللي موجودة كتير قوي شفنا إزاي نص الملعب كله تغير نص الملعب كله شكل تغير إزاي شفنا إزاي بدأ بعمر السلية في رقم 6 وشوية كريم نيدل في رقم 6 شفنا إزاي قدر يغير من الشكل الفريق شوية بدأ برضو اللعبة اللي كانت بدأ معها كويس يعني زي ريدا سليم كان قلنا هيبدأ المرش ده لكن قعد ديكا ونزل بقى أحسن شفنا إزاي طريقة اللعب بقت أفضل تحسن شوية كل ده يعني هيبقى يجي مع الوقت أعتقد ماذا؟ ماذا؟